في العديد من الدول يتم استهلاك لحم الخنازير حيث يفضل الكثير من المستهلكين تناول هذا النوع من اللحم ولهذا يتم عمل الكثير من المزارع المسؤولة عن تربية الخنازير والمصانع المسؤولة عن معالجة اللحوم الخنازير من أجل الحصول على أجود اللحوم ونحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نعرض عليكم الطريقة المثلى في تربية الخنازير ومعالجة لحومها ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد هيا بنا نبدأ هذه السلالة من الخنازير السوداء معروفة بأنها قادرة على التكيف في مختلف الظروف البيئية بسهولة ويتم تربيتها وهي صغيرة السن في هذه المناطق لكي تتكيف معها طوال حياتها ولكن أيضا توجد أنواع وفصائل مختلفة من الخنازير السوداء وكل نوع يختلف عن الآخر والتعرف على هذه الأنواع جيدا سيساعدك على رعاية الخنازير بطريقة سليمة وصحيحة ترجمة نانسي قنقر لكي تستطيع تربية الخنازير بطريقة سليمة يجب عليك توفير بيئة مناسبة في الحضيرة الخاصة بهم وذلك لتعزيز صحة الخنازير والحصول على لحم ذات جودة عالية ويؤكد الخبراء على ضرورة اختيار الموقع الجاف الذي يمكن فيه للشخص تجنب العواصف الخطيرة والفيضانات ويجب أيضا أن تكون الحضيرة قادرة على استمداد الكثير من الضوء الطبيعي والرياح مما يخلق بيئة باردة ومعقولة ومناسبة لتربية ورعاية الخنازير موسيقى موسيقى ويتم تقديم مختلف أنواع الحبوب من الذرة والأرز والكثير من ثمار البلوط إلى الخنازير مما يساعد في تنوع النظام الغذائي وضمان حصول الخنازير على العناصر الغذائية التي تحتاجها للنمو والمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض اشتركوا في القناة وفي هذه المزارع يتم تربية عدد يتراوح بين المئات إلى الآلاف من الخنازير ويقال إن وزن الخنزير الذي يتم تربيته يجب أن يتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلو جرام وفي المصانع يتم معالجة لحم الخنزير بهذه الطريقة حيث يتم نزع الجلد بالكامل للحصول على اللحم فقط وبعد ذلك يتم وضع الكثير من الملح على هذا اللحم لكي يتم تتبينه كما أن هذا يساعد على الحماية من الكائنات الحية الدقيقة الضارة ومن تراكم البكتيريا والميكروبات وبعد ذلك يتم وضع لحم الخنازير في هذه الغرف لكي يتم تجفيفه وهنا يتم تحديد الجودة الخاصة باللحوم في الكثير من العوامل مثل درجة الحرارة والرطوبة وهذا ما يساعد على تحويل اللحوم إلى الجودة المطلوبة من اللحوم التي تنال إعجاب الكثير من المستهلكين وبعد ذلك يتم وضعها داخل هذه الغرف لكي يتم تهويتها ويتم التحكم في الهواء بطريقة مناسبة وبعد ذلك يتم تنظيف الفخذ باستخدام زيت دوار الشمس ثم بعد ذلك يتم وضعها لمدة تصل إلى حوالي ثمانية شهور داخل هذه الغرفة حتى تتم مراحل التحضير بالكامل اشتركوا في القناة وتعتبر معالجة لحم الخنازير بهذه الطريقة من أشهر الأشياء التي تحدث في إسبانيا ويتم تصديرها إلى مختلف دول العالم حيث يستهلك الكثير من الناس لحم الخنزير المملح وينال إعجابهم ويتم تقديم لحم الخنزير على مختلف الأطباق بطريقة تنال إعجاب العديد من الناس في مختلف الدول حول العالم ترجمة نانسي قنقر وهذا ما يؤكد على أن تربية الخنازير ومعالجة لحمها بهذا الشكل تساعد على تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر من المعروف عن ولاية تكساس أنها واحدة من أشهر الولايات المتخصصة في تربية ورعاية الماشية بمختلف أنواعها وأحجامها في المزارع الكبيرة التي تبلغ مساحتها مئات الآلاف من الأفدنة يتم تقديم الكثير من القش الجاف وأنواع الحبوب المختلفة لاستكمال العناصر الغذائية التي تحتاجها الماشية وأيضاً مراقبة حالتها الصحية بانتظام ويجب توفير البيئة المناسبة من المزارع ولكن يواجه المزارعون الكثير من الصعوبات مع اقتراب فصل الشتاء وبدء الثلوج التي تغطي مساحة كبيرة من هذه المزارع موسيقى ولكن يتم تربية بعض من أنواع الماشية من فصيلة أنجوس والتي لديها قدرة كبيرة جداً على التكيف مع جميع الأحوال الجوية وعندما تنخفض درجات الحرارة في هذه المزارع يتم إلقاء كمية كبيرة جداً من القش حول هذه الأبقار في سبيل رعايتهم وتوفير الدفء المناسب لهم ويتم تقديم الكثير من حبوب الذرة والقش إلى هذه الحيوانات للحصول على الغذاء المناسب لهم الذي يساعدهم على بناء جسد قوي والحفاظ على الصحة خالية من الأمراض وتكوين اللحوم ذات جودة وقيمة عالية تستمر مدة الحمل لأنثى هذه الفصيلة تسعة أشهر وبعد ذلك تستطيع الإنجاب ويستغرق الأمر عدة دقائق حتى يستطيع الصغير الوقوف على قدميه ومن ثم تبدأ الأم في مساعدته على تعلم الحياة كما أن هذا الصغير يبدأ التعلم من باقي الحيوانات الأكبر في السن التي تعيش معه حتى يكون قادراً على ممارسة الحياة بصورة طبيعية وقادراً على البحث عن الطعام وبعد مرور عامين تكون البقرة قد وصلت إلى سن البلوغ وفي هذا الوقت يكون لحم البقرة ذات جودة عالية حيث أنها تكون قد تطورت بشكل جيد مما يضمن الذوق الجيد والتغذية العالية ترجمة نانسي قنقر وبعد ذلك يتم نقل الأبقار إلى المزاد العلني حيث يتم عمل مزاد على هذه الأبقار ويختلف السعر وفقاً لكل منطقة زراعية وأصل البقرة ترجمة نانسي قنقر في الولايات المتحدة يتم تربية الأبقار من فصيلة واقو وهي تعتبر واحدة من أشهر الفصائل وتنتشر في البرازيل وفي أستراليا ويجب أن يتم تربيه هذه الفصيلة في مناطق خضراء واسعة للغاية حيث أنها تحتاج إلى هذه المساحة الشاسعة لكي تستطيع ممارسة حياتها بصورة طبيعية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تستطيع الأنثى أن تلد في فصل الربيع ويستمر الصغير في الرضاعة من الأم حتى سن ستة أشهر ويرضع ما بين ثلاثة إلى أربعة مرات في اليوم ترجمة نانسي قنقر ويتم رعايتها لفترة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يتم اكتمال مراحل النمو المطلوبة والحصول على الوزن المطلوب وهذا ما ينعكس عليهم في النهاية على الحصول على اللحم ذات الجودة العالية والفائقة ويعتبر لحم هذه الأبقار واحد من أفضل وأجود أنواع اللحوم حول العالم كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والبروتينات المفيدة جدا وبعد ذلك يبدأ المزاد الخاص بهذه الأبقار في فصل الخريف بعد أن تصبح كل بقرة في وزن مثالي جيد ويتم عمل هذه المزادات في اليابان والولايات المتحدة واستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية ويتم عمل هذه المزادات المتحدة ويتم شراء هذه الأبقار بأسعار خيالية ومرتفعة للغاية وذلك بسبب ندرتها وجودة لحومها وبعد ذلك يتم معالجة هذه اللحوم بطريقة معينة لكي تكون قادرة على توفير كل متطلبات السوق والمستهلكين ويقال إن سعر الكيلو جرام الواحد فقط في اليابان يصل إلى أربعمائة دولار أمريكي وهذا ما يؤكد على ارتفاع سعر هذا النوع من اللحوم ترجمة نانسي قنقر ويتم تقديم هذا اللحم مع مختلف الأطباق ويتم طهوه بمختلف وشتى أنواع الطهي المختلفة هل ترغب في تناول هذا اللحم في يوم من الأيام؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا إلى اللقاء في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر